لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد الموضوع الثاني الذي اريد ان اتحدث عليه يتعلق بمحمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات من حيث المبدأ يجب ان نؤكد على امرها انه من الناحية القانونية لا يعتد بعدم نسبة المشاركة في اي استفتاد او انتخاب يعتد بنزاهة الاستفتاد لان الذين راهنوا على ان المقاطعة قد تؤثر قانونا على سيران الدولة فهم اخطأوا كثيرا لذلك كنا من الذين كانوا يطالبون بضرورة الذهاب الى نديق الاقتراع لإسقاط الدستور ولكن للأسف هناك من قاطع لموقف سياسي وهناك من امتنع في اطار العزوف الانتخابي الذي تعاني منه الجزائر من سنوات منذ سنوات طويلة وكان من المفروض بعد الحراك الشعبي انه يتوقف هذا العزوف وتكون هناك مشاركة بقوة ولكن للأسف اثبت ان الجزائريين ينظرون نظرة اخرى الى الدولة على انها لم تتغير ولا يوجد ما يشجعهم على الذهاب الى صناديق الاقتراع ومن خلال متابعة الى ما دار في شبكات التواصل الاجتماعي من خلال التواصل مع كثير من الناس كلهم الذين تواصلتم يتحدثون اما رفض انه عنده موقف سياسي من المسار كله او انه يرى انه لا معنى لذهاب الى صناديق لو يضع هنا لا ستظهر تولي نعم وهناك اللي قال انا لا يهمني لن استفيد من جزائر يحكمها دستور بوتفليقة ولا دستور العرابة ولا دستور تبون ولا دستور اللي رح يأتي من بعده الدستور اليوم داروه هدوي غيروه اوه دولة لا تحترم لا دستير ولا اي شيء وكاين اللي قال انا ما لا يدري اصلا حتى انه فيه استفتار هذه الاشكالية لذلك عندما يقول محمد شرفي انه من ناحية القانونية هي انه الدستور من الناحية القانونية يمر انا اقول ها لكم من الناحية اخرى هو قال بانه من لا يوجد اي تزوير لو ثبت التزوير هنا تبقى اشكالية تضرب عمق الجانب القانوني لكن كيف يمكن اكتشاف هذا التزوير لو كانت منافسة انتخابية ما بين اشخاص تنافسوا على الرئاسة او البرلمان او شيء ممكن ان يأتي شخص عنده ارقام يشك او عنده اثبتة ما يثبت التزوير يقوم بالطعم لكن في هذه الحالة استفتاء بنعم ولا على دستور من سيقوم بالطعم لدى الجهات المعنية بخصوص اثبات حالة التزوير هل المواطن؟ هل المواطن اللي ثبتوا؟ هل اللي جان مستقلة هكذا كونت نفسها تستطيع الدير الطعن؟ اذا ما كانش اذا الدستور رح يمر لكن لو تشكلت من قبل الاستفتاء لجان وكانت المشاركة قوية وقالت لا وتملك الاثباتات اعتقد بان هذه الحالة ستضطر السلطة اما الى اسقاط الدستور بقرار منها وبارادة منها او انها تدخل في صراع مع الشارع الجزائري وهذا من الخلل الكبير الذي يمكن ان يحدث اذا من ناحية القانونية لهذه اللحظة انا شخصيا لهذه اللحظة لم اتوصل بما يثبت التزوير امر اخر ان محمد شرفي لم ينشر تفاصيل الاستفتاء ننتظر نشر التفاصيل فيهم ناس كثير او على الاقل نشر تفاصيل التي تم الاعتماد عليها اذا كان هو اقسم بان نزه وان ندستور حلال وما الى ذلك وان قانوني اقسم بهذا الشيء انشر تفاصيل مكاتب الاقتراع اللي قال فيه نعم ولي قال فيه لا هذه من اجل كسب ثقة الناس لانه في هذه الحالة لما تبعد شبهة التزوير تبقى اولا تعيد مصدقية تسقط كل اللي كانوا يراهنوا على انه اي قضية التزوير انشر مثلا المكتب رقم كذا عدد المصوتين كذا الذين قالوا لا كذا والذين قالوا نعم كذا لانه كثير من الناس عندهم محاضر لو انه سلطة سلطة مراقبة الانتخابات تقول تنشر محضر اخر تم فيه التلاعب او تغير اثناء عملية نقل وما الى ذلك فهنا ستنفضح الامور وستظهر الحقائق اعلاميا والناس عندها الآن شبكات التواصل لكن السؤال المطروح لماذا عزفت السلطة عن اظهار النتائج المفصلة على الاقل الولايات على الاقل الولايات ويخلوا كل ولاية تنشر نتائج عندها لجنة الولائية على المستوى الولاية هي التي تنشر تفاصيل كل ولاية بهذه الطريقة الشفافة تكون السلطة المستقلة لمراقبة المنتخبات ابعدت شبهة التزوير اما عدم نشرها وغض الطرف عنها والتأخير الذي شاهدناه في اعلان النتائج هذا امر سيضع شبهات التزوير ويخلي شبهات التزوير قائمة وخاصة انه تم تداول فيديو يقول لك رهم يزورون مع شخصية لا يمكن ان اتحقق من محتوى الناس رهم ما كانش ما يثبت الناس رهم يمسوا في الوراق وواحد مصورهم من بعيد يقول بلي رهم يزوروا هذا الظاهر التثبت منه لا يمكن لا يمكن الا بادلة قاطعة لذلك مثل هذه الشبهات ريح تزيد في العزوف الانتخابي تزيد في ابتعاد الناس عن المسار الانتخابي وتزيد ايضا في احتقان الشارع ضد السلطة وتزيد ايضا فقدانا مشروعية للسلطة بين الجزائريين وهذه هي اشكالية كبيرة هذا ما ستعاني منه السلطة في الاستحققات القادمة البرلمانية وكذا 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 الانتخابات القادمة ستعاني منها اذا كان الان 23.7 نسبة المشاركة اجزم لكم اذا تأكدت شكوك حتى طبقة شكوك فان الاستحققات القادمة لن تتجاوز 20% نسبة المشاركة وبذلك تصبح مرة اخرى اقلية تحكم الاغلبية وتشرع لها من البرلمان والمجالس المحلية وما الى ذلك وهذا ان يكون في صالح السلطة قد تقول لي ان السلطة لا يهمها شك على روحك شك على روحك باللي راك ارهم زوروا ما عندك ما راح تقولي لا المشروعية السياسية والمشروعية الاخلاقية في الاستحققات ومشروعية او شرعية الرئيس لا تكتفي فقط بصناديق الاقتراع علاش بعض رؤساء الدول تلقاهم بعد ما ينتخبوا علميهم ويتحقوا دول ديمقراطية وانتخاباتها شفافة دائما يعملوا استطلاع لقضية شعبية الرئيس وين وصلت وين كذا كذا ويأخذها بعين الاعتبار يهتم بها لان القضية تتعلق بحزب سياسي ينتبه اليه وايضا بمصار سياسي اسس له ويريد له الاستمرار ولذلك ما تقول لي أنه خلاص ما عندناش ما يثبت التزوير إذا أردت أن تبعد شبهة التزوير يا سيد محمد شرفي ليس بأن تطلعوا تقول هذا الدستور حلال وانتخبنا قبل دستور رئيس حلال في الرئاسيات اكتسبنا رئيس حلال اكتسبنا رئيس حلال واليوم اكتسبنا الدستور حلال حلال أي صوت فيه هو صوت حلال لقل لا حلال ولقل نعم حلال صح هي الدستور حلال بناء على نتائج هل هذا الدستور حلال وانت مررت على برلمان او مش انت يعني والرئيس مرره على برلمان حرام انت افسدته انت افسدته بهذه الطريقة مر على برلمان بتعرش وانتع فساده برلمان حرام من عهد العصابة كيف رح يطلع لنا دستور تكونت لاجنة دستور هذا كانت عبو تفليقة ومررت على برلمان ومجلس الأمان عبو تفليقة وعلى الطريقة البتفليقية وفوتاو عليه نواب صادقوا عليه نواب اكثريتهم مروا بالرشوة وبعد ذلك هبطت للجزائريين لم تشارك الاغلبية الجزائرية كيف اشطلع حلال حلال فقط لانه النتائج انت اللي قدمتها صحيح نسلم جدلا ان النتائج اللي قدمتها هي صحيح هعطينا التفاصيل انشر للجزائريين ما يطمئنه واجزم ان الاكثرية من الجزائريين يشكون في نزاهة هذه الانتخابات يشكون فيها لانه كل المعطيات وخاصة هذا الفيديو اللي اتكلم فيه عن السوسة المتسوسة لنستمع الي حط الاسمحة تقلق اصمحة تقلق ولا نحيرش بان هناك مني شوفوا سأعطيك باسم السوسة المتسوسة شوفوا سأعطيك باسم السوسة المتسوسة شوفوا سأعطيك باسم السوسة المتسوسة فاكتروا فيها كسرح السوسة المتسوسة السوسة المتسوسة سأعطيك باسم سأعطيك باسم السوسة المتسوسة سأعطيك باسم سأعطيك باسم جددها هذا تستطيع تقرأها كثير من القراءات تستطيع تقراه انه اولا انه هو اشار للدولة العميقة واشار ما يسمونها البتفليقية الموجودة في النظام ايضا اشار الى انه اللغال ما عنده حتى سلطة يقدر يدير امر اخر انه تحصل فقط في دائرة الاعلام لانه يتكلم على صحفية حول التأخر في اعلان النتائج امر اخر حاب يقول لهم بانه ان هناك ضغوطات وقروها وكذا وقولوا واستمعتوا السلطة المتسوسة يعني انتبهم لها مليح يعني وصل بها ميصاج ايضا هذا كاللي ما حابش يخليه قالوا خليني نتكلم لا ادري من حرس الشخص او من يكون هذه ايضا ستزيد في تعميق شبهات التزوير بدل انه مثل هذه الامور بدل انه تطمئن انشر التفاصيل وخليها عبر الولايات تنشر كامل ها هي التفاصيل لماذا ونحن دائما نعرق في كل الاستحقاقات تجدوا ينشر نسبة المشاركة على مستوى القطر وبعد ذلك بالدوائر والبلديات وكذا وكذا بالولايات بعد ينشرونها بالولايات وعلى مستوى الولايات من المفروض تنشر على مستوى الدوائر ومكاتب الانتخابية وعلى مستوى الدوائر تنشر تنشر تفاصيل المكاتب هكذا تظهر الشفافية وتظهر نزاع منشرتوش حتى النسب بالولايات نسبة المشاركة ونسبة المقاطعة ونسبة كذا أعتقد بأن هذا وراه تبقى دائما محل شك حتى يثبت العكس إذن إذن هناك رئيس تبون في حد ذاته نستمع إلى ما يقول عن التزوير والغريزة التزوير هذه ما يحاربها إلا الشعب صح فيه قوانين راضي على هذا التزوير وممكن جرم تزوير وممكن جرم كذلك استعمال الفاسد في التزوير ولكن إلا كان شعب منبطح يزور صوته إلا كان شعب واقف مكانش ليزور صوته يوم الفرز ويوم مراقبة أصوات الشعب إلا كان شعب واقف يقول أنا ما صوتش على هد سيد هذي منين جبته هالأصوات إذن الشعب المنبطح هو ليسهل التزوير وإنما يكون شعب واقف على مصالحه واقف على كلمته أعتقد أن التزوير يقل 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 حتى ندخل في أخلاق حقيقية متع السياسة لمحتاجينها بزاف لما تدخل أخلاق في السياسية حتى فكرة التزوير ما تلقش وشكرا تبون بحد ذاته في هذا الفيديو يؤكد على أن التزوير لن يزول بين عشية وضحاة وأكدوا بأن في كثير من المحطات بأن هناك في المراحل السابقة كان التزوير كيفاش إذن بناء على المنطق أنت على الرئيس عبد المجيد تبون أنه من الصعب جدا أنه تنتخب في 12-12 عش 2019 وبعد بضعة أشهر تجري أول انتخابات في مسارك تكون شفافة ونزهة المية في المية تجعل محمد شرفي أتحدى من يأتي ويثبت لي يعني الحراف الوحد في مكتب وحد خلق يتحدى إذن الإشكالية أنه هنا 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 إشكالية كبيرة ستظل مطروحة على السلطة أن تواجه هذه الشبهة بإثبات العكس بإثبات العكس بإثبات الدليل القاطع أنه لم يكن هناك تسل بلا أدنى شك المعلومات التي توفرت لدي تقول بأنه كان هناك ضغط كبير على محمد شر وأنه واجه للأمانة واجه الضغوطات هذه الضغوطات الممارسة عليه من عدة دوائر وأنه هنا أنه الاجتماع الذي حدث في وزارة الدفاع ليلا في الليلة البيضاء عشية الاستفتاء يعني يوم أول نوفمبر وصباح 2 نوفمبر أيضا حدث اجتماع في وزارة الدفاع واتخذ القرار هناك تخذ القرار بتمرير الدستور هل توفرت لديهم نتائج أخرى غير التي معلن عنها ولذلك ضغطوا على محمد شرفي أنه يعلم نتائج أخرى أو أنه لما اجتمعوا وجدوا أن النتائج في صالحهم ولذلك ناقشوها من كل الزوايا وبعد ذلك أوعزوا إلى محمد شرفي الذي بقي ينتظر حتى تأتيه الأوامر من عرض النتائج هذه اللحظة لم يتوفر لدينا شيء وهذا لا يمكن التأكيد عليه أيه إلا في حالة نشر على السلطة المستقلة مراقبة الانتخابات تفاصيل الاستفتاء على مستوى الدوائر وعلى مستوى البلديات وعلى مستوى الولاية وعلى المستوى الوطني في هذه الحالة بناء على ما وصلنا وما نشر من محاضر نستطيع الوصول إلى نتيجة ثابتة وبينا إما أن التزوير وقع أو التزوير لم يقع لهذه اللحظة الذين يروجون أن الاستفتاء مزور وأن هناك نفخ في نسبة المشاركة أو شيء لهذه اللحظة لم يتوفر أي دليل قاطع كلها تنبني على شكوك موروثة أولا من العهود السابقة التي كان فيها تزوير سيد الموقف وأيضا من خلال بعض الممارسات التي حدثت خلال الاستفتاء وما قاله محمد شرفي في الفيديو الذي عرضناه وما راجى هنا وهناك عن الاجتماعات التي اتخذت أيضا إظهار السلطة إظهار السلطة مباشرة أنها مع تمرير الدستور زاد شبهات التزوير لو أن السلطة بقيت حيادية تركت هو الرئيس قال بأنني دسترت المجتمع المدني ونعتمد عن المجتمع المدني خلنا المجتمع المدني اللي يقول لا يروح يشرح واللي يقول نعم يروح يشرح والسلطة خليها بعيدة الوزراء والحكومة ما تكون اشترف فيها ما تقول ليش بأنه الانتخابات تسيرها لجنة مستقلة وسلطة مستقلة ليست لها علاقة بالحكومة نحن نعرف كيف تمشي الأمور هذا وكيفش يعينون وكيفش تلعب دور الأجهزة والإدارات في التعينات وفي تعينات مثل هذه المناصب ما الشرط أن تكون هذه السلطة مستقلة عن الحكومة ولا علاقة بالحكومة لا تملك سلطة على هذه السلطة أعتقد هذا فقط دليل عن نزالة ليس هكذا أمر آخر إذن تحدثنا على الجانب القانوني وقضية معطيات التزوير لم تتوفر ولا توجد جهة يمكنها أن ترفع شكوى قانونية أو طعم قانوني في هذه النتائج حتى أصلا أعضاء السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات هم الذين أوصلوا النتائج لا يمكنهم أن يطعنوا في نتيجة أعلنها رئيسهم رئيسهم أعلنهم رئيسهم حتى واحد تواصل معي شخصيا وهو عضو في هذه السلطة قال لي يا رزل أنا العمل قال لي فوضى كبيرة ولا يمكن أبدا أن تستمر أنا فقط نستنى نخلصوني ومنزيش نخدم معه تخيلوا هذا نموذج ونماذج الأخرى كثيرة جدا لذلك من سيطعن من سيثبت التزوير إذن إثبات التزوير على هذا الاستفتاء يتعلق بموقف أخلاقي قد يثبت إعلامية في هذه الحالة يرتبط بما ستعلنه السلطة السلطة لم تعلن شيئا أعلنت النتيجة الوطع المستوى الوطني وخلاص وتوقفت لا أدري هل ستعلنها لاحقا لا أدري هل تتركها حتى المجلس الدستوري هناك معلومات تقول بأن تتركها المجلس الدستوري أو لا هذا يتوقف على الأيام القادمة ما ستسفر إذن أعتقد بأن هذه النقطة المهمة والضرورية في هذا الموضوع لذلك لذلك أن محمد شرفي المعلومات التي توفرت لدي أنه كان تحت ضغط كبير وضغطات جاءته من جهات عليا حتى في المؤسسة العسكرية وأمر آخر يتواجد معه حتى ضابط ضابط استخبارات مصادر تقول برتبة عقيد يتواجد معه يتواجد معه هل لحمايته عنده حماية شخصية من الشرطة من الشرطة لذلك لماذا يتواجد هذا العقيد هل عن علم أو عن لا يدري أو أنه بالاتفاق مع جهات أمنية عليا على ضرورة أن يكون معه هذا الضابط أو شيء من هذا القبيل هذه انتخابات من المفروض انتخابات مدنية الذي يشرف عليها ويقوم عليها هم من المدنيين الأمن يقوم بالحماية الأمنية والسيران الحسن لهذا الاستفتاء دون ذلك أعتقد بأنه تدخل للعسكري في المدني مما يخلط الكثير من الأوراق مستقبلا لذلك إخواني الكرام أنه أنه الآن القضية قلنا من ناحية القانونية الدستور مر من الناحية المشروعية الأخلاقية والسياسية هذا الدستور سيساهم مساهمة فعالة في احتقان الشارع في ظل أزمات أخرى كثيرة أولا أنه مطالب الحركة الشعبية لم يتحقق منها إلا رحيل بوتفليقة أمر آخر أن بعض الممارسات جاءت في ظروف سيئة في غير صالح أصلا في اللحظة التي تعلن فيها النتائج وتظهر نتائج هذه ونسح تقنت المقاطعون أعكم شايفين نسبة المشاركة 23.7 من معناها 5 من 19 مليون من الهيئة الناخبة المتمثلة في 24 مليون ما راحوا لانتخابات وفي نفس الوقت الناس اللي راحوا مليون وستة مية حسب النتائج الرسمية قالوا لا معناها بقاوا ثلاث ملايين يعني من 24 مليون ثلاث ملايين فقط يعني 21 مليون توزعوا ما بين مقاطع وعازف وقال لا قال لا لدسوه في هذا الوقت تخرج لهم عمارة بن يونس يخرج عمارة بن يونس قد يكون عمارة بن يونس خرج في إطار قضائي هنا المعلومات التي تطوفر لدينا تتحدث بأنه عنده ملفات فساد وأيضا أنه لما سجن من قبل قالوا أنه سجن بسبب ملفات فساد خدر المحقق لدى المحكمة العليا وزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس الحبس المؤقت بسجن الحراش بعد السماع له كمتهم وتوجيه له تهم تتعلق بجنح تبديد الأموال العمومية وسوء استغرال الوظيفة وجنح تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة وتعارض المصالح خرج قبل خرج محمد جميعي خرج هذا في اليوم في اليوم الذي الناس ما زالت مضطربة تعلن تخفيف العقوبات على مبراء الأخوة حداد وتخفيف العقوبة لأو يحيا وسلال وعلي حداد وتراجع رفع المصادرة عن بعض ممتلكات هذه إذا كانت من ناحية القانونية قد يكون إخوة حداد أبرياء مثلا برأهم القضاء لم يجد ما يدينهم قد واحد يسرخ ويشوفوه الناس يسرق سرق حقيقة متأكدوا ولكن لم يستطع قانوني إثبات عليه شيء تحايل على القانون أو لم يفعل شيء أي أوكي هل اليوم مناسب بهذه الطريقة يخرج عمارة بن يونس اللي كان يقول للجزائريين وينعلبون لم يحب الناس وينعلبون لم يحب الناس شكرا وتداولوا تداولوا خاصة مع ما قاله الوزير الآخر واللي ما عجبوش الحالي بد البلاد واللي ما عجبوش الحالي بد البلاد تداولوا هذا الأمر بكثافة و بطريقة بطريقة يعني مزعجة جدا أمر آخر أن بتفليقة لم يفتح بحقه أي لف رغم أنه رأس الحربة في الفساد ما حفتحوش علي أي ملف إذن عادو الداول الآن في تصريحات قبل أثناء الحملة كأن الناس اللي كانوا مناهيذين للمسار يقولوا للجزائريين لن تذهبوا للمسار ستشاهدون هؤلاء الذين تهموا بالفساد وهم يخرجون تباعا تباعا الآن يهرام يتحدث على الجنرال توفيق رهو موجود في بوشاوي هاوي ربما في الأيام القادمة تحكم عليه هذه المحكمة بقدر المدة التي تواجد فيها في السجن ويغادر السجن وما إلى ذلك هذه تزيد في استفزاز الشارع الشارع الجزائر ما زال يغلي الشارع الجزائري ما زال لم يستقر الشارع الجزائري ما زال يريد جمهورية جديدة حقيقيا أنت بهذه الطريقة تمارس الاستفزاز إما أنه لا يهمك الشارع الجزائري هذا هو وإما أنه هناك تحدي من العصابة العميقة في الدولة الجزائرية في اليوم اللي تستفتوا أيها الجزائرين أو لا أول دستور في جمهورية جديدة نخرج لكم أحد رؤوس عصابة بوتفلقة وطمع مارا بن يونس ونخف على حداد وغير هذا نوع من التحدي أو نوع من الغباء الاستراتيجي في برمجة هذه الجلسة لماذا برمجت هذه الجلسة لماذا لم تبرمج قابل خفتوا تخرجوهم وتقول الناس ما طرح شك خلوها على الأقل تفوت سمانة حتى تهدأ الجبهة معينة وشارعوه بإذا كان خرج وخليه يخرجوا هنا تقدير الخاطئ لمثل هذه الأمور تساهم مساهمة فعالة في احتقان الشارع حوصلة للأمر إخواني الكرام أقول أن الدستور من الناحية القانونية لا يوجد أي مادة في القوانين تقول بأنه تفرض نسبة معينة في المشاركة ومن المفروض يجب إدراج هذه المادة لتحفز الحكومات والأنظمة على أن تكون لها مشروعية لكن أيضا أن هذا ليس لديه مشروعية سياسية أو مشروعية أخلاقية لأن أكثر شعب الجزائر يقاطع هذا الدستور معناها أقلية الأقليات تفرض نفسها على الدستور هذا سيذر برئيس الجمهورية إن عاد سالما من مرضه والمعلومات التي توفرت لدينا لحد الآن تقول بأن الرئيس لا زال بأجهزة تنفس اصطناعي وضع الصحي لا يزال صعبا لا تستطيع السلطة حسب المعلومات التي توفرت لدينا لا تستطيع إظهاره لأنه أولا بأجهزة التنفس الصناعية أيضا منذ أيام وهو لم يأكل ولم يشرب إلا بالديريل غير السيروم راه صار شاحب في وضع ليس على ما يرام أكثر من المعطيات تتحدث على أنه لا يزال على الحال نفسه هناك هناك من يروج أنه سيعود وكذا وكذا ليس لدينا معلومات تقديراتنا آتنا بناء على ما علمنا أنه لا يمكن أن يعود حاليا حتى إذا عاد لا يمكن أن يظهروه حاليا إلا في حالة استعادة عافيته وأعتقد بأن هذا الأمر سيطول ولا يمكن أن يأتي بسرة هذا ما أردت أن أقوله في هذه المداخلة والتي أشكركم إخواني الكرام على الاهتمام وعلى النشر وعلى على توزيع ما نتحدث به وإن شاء الله نلقاكم في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله